اي راجل كي بغير تابط بشي مرة ضروري كي يقلب على المرة اللي كتكون ضريفة حنينة كتكون طيبة رائيئة كما كيقولو الميصريين طبيعة الحال الاغلبية دي النساء هرهم ديرين بحال هكا الا الا بعضهن فهما ممثلات محتاريفات بحيث كيتداروا بانهم فعلا القلب الطيب واللسان الحلو وما يمكنش يعيشوا بابل ذاك الراجل غير كي تصد عليهم الباب مع ذاك الراجل يواء الراك دي الساعة كتبان لحقيقتها وهاد النوع من نساء ويلامش تتلقى شي راجل بشي مرة بحال ما هيكا فارا تقدر تضربو تقدر تضربو بموس بشاقور تقدر قاعد تسلخو وهاد شي اللي غادي نشوفو اليوم همرة وصلت بي هالدراجة انها تسلخ راجل وتعلقو بحال حولي دي العيد الكبير بغيتوا تعرفوا التفاصيل يلاوا معايا واحد السلام عليكم لإخوان الأخوات مرحبا بيكم دائما كنرح بالناس الجداد اللي تحقوا معنا الناس الأقدام تدتموا مرحبا بيكم ما تنسوش كاملين بيكم واحد جام الفيديو ويلاوا معنا أول حاجة نوصي عليها هو أن هاد الفيديو ما يتفرجوش في الدلالي الصغار عنداكو الدلالي الصغار الناس اللي بعقلهم ولي متبتين ولي ما كيخافوش هم اللي قصوا يتفرجو معنا لأن الحقائق ووقائع هذه القصة فهي تصدمكم كما صدمتني حتى أنا القصة اليوم تتعلق سيدة تولدت في عام 1955 تولدت هي وخوها التوأم ومجوج توام بنت ولدت تولدت مورا أخوها التوأم في عشرين دقيقة شوفت الطريقة بجات للدنيا كيفية عاملة من بعد عشرين دقيقة أخوها تزاد وقتية عشرين دقيقة في الكرش عادت تولدت أصلا من اللي تولدت رهاب فاضيحة لأن الأم ديالها بربارة في ذلك الوقتها خليت الراجل ديالها اللي كانت والده معه ربعا ديال الدراري اللي هو جاك راون هربت مع صاحبه في الخدمة اللي هو اسمته كين نايت وولدت معه ولي ولدت معها التوأم هذا البنت والولد وشوفوا على فضيحة اصلا القصة ديالتها بادي من الول بالفضيح هاد البنت اسموها كاترين طفولة دياله كانت بائسة الوالد ديالها كان كزير هو سكير كي يشرب بزاف حتى انه ما كيبقاش يفطن بدك الناس اللي يحدى حتى انه كيقوم بالغتصاب ديال الام ديالها اللي هي بربارة قدام ولادها ما كاشقع كيتسوق حتى كاترين نفسها كانت هيك تتعرض للتحرشات من طرف الاخوة ديالها الاخوة دياله اللي عندها من الام ديالها اذا هاد البنت هادي راها بقى تتعرض لهات الشي الى حين السنة الحادية عشرة من العمر دياله وردو معي البال هاد البنت اللي غدوز هاد الاحداث كاملة في الصغور دياله كيفاش غادي تكون في الكبر هاد شي ولي غادي نشوفوه من بعد معليناش الرجع ودابة كيفاش كملت العيش دياله مع الاسرة دياله الوالد دياله قلنا كان قزير وكانت يتنقل كان يخدم في المزارع ديال الماشية يعني ما كان ي ؟ش مزراعه فيها الغنام فيها البقار يبقاوه يضروب حلمكاك تستقر又 في واحد المدينة سغيرة واستراليا كتسمة ابردين استγοروا ثم واحد مزرعه واحد المزرعه كانت في واحد المجزاره مجزاره اللي ي يديو potatoes كلما يستحرك بها الابقار ولا الغنام الى غير ذلك وشوفوا سبحان الله هاد كاترين من اللي كانت صغيرة را كانت طفلة لطيفة هادئة عزيز على الحيوانات تضل تجري معاهم تعطيهم يياكلوا تعطيهم يشربوا تعطف عليهم ولكن شوية بشوية بدت تتغير الحالة ديالا ولو كيجوتها حالات عصابية مفريطة يعني اي واحد عصبها را تبدأ تغويت تبدأ تضرب وتقدر تهزي عليه الموس وحتى الأصدقاء ديالها في المؤسسة يعني في المدرسة اللي كانت تقرأ فيها فهم كيعودوا بأنها كانت دائما كتنمر عليهم في نمي جاتي ذيك الحالة العصابية ياويل شي واحد يقرب منها ولكن من اللي ما كتكونش في ذيك الحالة العصابية فذيك البنت كتكون ميتالية والسلوك ديالا كيكون رائع اللسان ديالها حلو وفي واحد المرة في المدرسة ضربت واحد الولد بدت كتهدد فيه بالموس مرة أخرى جات الحالة العصابية مع أستيد ديالها ونادت باش تضربو وطبعا الأستد خاف على راسه وبدأ يدافع على راسه وقاسها بدأك الموس وجرحت راسها هنا في الطفولة ديالها غاد يتعرض لواحد صدمة أخرى وهو الموت ديال أوسكار نايت اللي هو العم ديالها وكانت كتقول بأنها دعمها قريب لها حتى من الأب ديالها يعني كانت متعلقة بي بزاف وفاش مات فبقت تتقول لهم بأن هورا كان الشابح دياله كيجيك يزورها كل ليلة كاترين درت 15 سنة ويتخرج من المدرسة نهائيا فش خرجت يلاك تعرف شوية تقرأ وشوية تكتب هذا الشيء اللي تعلمي من بعد ما خرجت من المدرسة شتاغلت واحد المدة تقريبيني شيء أشهر قليلة في واحد المصنع ديال الخياطة شوية هم يعيطوا لها باش تخدم عبواها أخوتها في واحد المجزارة يعني في بلاصة ديالتك الزير العمل دياله في الأول كان بسيط يعني يجي من هنا هز من هنا داك شيء قربت قيس ولكن من بعد غد يرقيها يعني من اللي شايفوه الناشاط دياله في العمال المدير دياله غد يرقيها وغايقول لها أنتي غادي تولي قزارة وكانت هادي من أسعد اللحظات ديالها وسبحان الله أمرا كتفرح باش أنها غادي تهز شاقور من اللي يسلموا لديك العدة ديالتك الزيرت أول مرة غتفرح في حياتها كاترين بغد النظار على أنها يعني عصابية ودائما كيشوفوها كتتعمل قاسحة إلا أنها واحد المرأة اللي تاي عند الأحاسيز دياله تاي بغد تعشق بغد تحب بغد تزوج وهذه الأمنية ديالها ولكن المشكل دياله وأن تشي رجل ما تقد يقرب عندها كل شي كيخاف منها مرأة غادي جاية هز معها الشواقر والمواس ومحز ما بيهم وإلا مش تشي واحد هدار معاها فيا ويلو ما كيحيتش من تحتي يديها حتى كتوكلها لعسا وواحد المرة وواحد الولد حاول أنه يتقرب ليها يلا بدك يهدار معاها شدات السيد جبدات الموس من ذك الحزام ديالها ويتحطوا لي على العنق دياله بطبيعة الحالة شغي يدير غادي هرب عمره ما باقي تلفت ومن ثم تشي واحد في ذلك الرجال لي قرابي ليها ما باقي ما زال قد يهدار معاها لأنه كنكي يجبها تدل الرجال هتشوي لي كنكي يروقها بزيف كنكي يجبها تمسح بكرامتهم الأرض وخييت اسبغي ترتابط مع شي واحد ولكن كي يجبها أنها تدلهم داز واحد شوية ديال الوقت ولكن ذلك الرغبة ديال أنها تكون مع شي راجل بديت مسيطرة عليها في العقل دياله فالقعت غير واحد الزامل ديالها خدام معها اللي اسميته ديفيد كيليد جيت عنده وقعت له انت كتعجبني وانا كان بغيك وبغيت نزوج بيك طبيح تعال الرجل شنو غادي يقولها أكيد غادي يوافق وأكيد غا يكون وافق لأنه خايف منها ما قادش يقول هالله لأنه إلا مشتقال هالله يا ويلو ومنت ما بدوا الناس كيشوفوها معا مرة على الدراجة النارية ديالها مرة كيتمشي الناس كيش بدو كيقولوا وربما هذا هو الرجل اللي غادي يروضها ربما غادي تقعد دراسها دابا ولكن في الحقيقة ركن هو اللي محتاج لها حيث واحد المرارات دابز معاشي وحدين في واحد الحانة وجاتي على الدراجة ديالها وشداتهم تفاهمات معاهم مزيان أعطاتهم واحد درس اللي عمرهم منسوا سنة 1974 غادي تزوجو زوجات كاترين معا ديفيد غير سالة العرس هزاتوا على الدراجة النارية ديالها بالحويج ديالها وداتوا للدار غير وصلوا لأم ديالها بربرة ستستقبل ومشنو قاتليها قاتلوا شوف شوف أولدي رد البال من هاد البنت عندما تبشي الشي نهار تعاملها بشي طريقة ليما هياش رد البال رأي خيانة ولا أخي دا ولا شي حاجة ما عجباته غادي تدبحك من الودن لودن ابنتي شي حاجة نقصة في عقل ديالها وطبعا كانت هذه أول نصيحة يتلقى ها ديفيد في نهار العرس دياله ولكن فات لفوت ديكسا عشانه غادي يدير معدو ما يدير صافر تابطه ايوا قارك الفراجة دا بعد غا يبدأ المسلسل الواعر هاديك الليلة اللي هي ليلة الدخلة السيد مسكين عياء ما قدش على المرأة دياله أو يتنوض له ايوا كلا واحد القتلى ديال العصاب من عندها ما خليت فيه على اللي انسات على شاسيدي ما تبيتش فيق معايا الليل كامل ايوا عمركم شفتوش مرة بحال هادي قزارة واش من قزارة المشكلة انه في الغدليه كتصبح واحد المرأة اللي هي حانونة ضريفة محبة رائعة المزاج دياله جيد بحالة تقول لي ما كان شتي شي حاجة غير كيرجع يقول لها شي حاجة واللي تناقش معها اطنط وكلها لوعسة اطنط الزعليع والثاني المواس واحد الليلة زغب الله هو يرجع معطل هذا غير جع شوية معطل شدت الحويج دياله كامنة جمعاتهم حرقاتهم شعلت فيهم الآفية ايوا هزيت لك مقلق ضرباتهم للراس ماشي اي ضربة ضربة اللي غادي تسبب له كسر في الجومجومة تصوروا معايا ضربة ديال المقلق جابته كاو ورغم هاد الاداب اللي كيدوز معاها احقاش قلت ليكم رهيما لك تكون تكون ميزاج دياله مزيان رات تكون الصيدة في غاية الحانين ورغم ذلك ره ولدت معاه بنت ميليسا في عام 1974 وولدت معاه ناطاشا في 1980 من بعد ما ولدت بنتها الثانية واحد النهار مات ديفيد قال لي مقايش انا بغي نعيش معاه طلع لودك الشي في الراس او يومي المدابيزات ناضر راجل هرب هرب مع عشي واحدة ايوا غير سماعاتها في نظاركم او شنو غا تدير جنات خرجو له الجنون الياله في راسا وبغا تنتاقم منو شنو ناضر دير شوف القيمة العصابيه دياله حزيت بنتها اللي هي كانت تراضيها وداتها السكة الحديدية يعني البلصة ديالترامنيك يدوز الدران وحطعتها وخلتها تماما ومشيت لو لا لطف الله غا يدوز واحد السيد تقرير نشي دقيقة قبل ما يدوز الدران وانقض هاديك البنت اما كو كانت مشات هاد شي كامل باش تحرق قلبه على بنته سمعت هاد الهدرة الدوهة البوليس وحالوه على مستشفى الامراض العقلية ولكن مبقيتش بزيف واحد المدة قصيرة غا تتخرج عود ثاني باقي ذلك الرغبة لانها تنتاقم الراجل دياله باقي عندها الراجل دياله سمعت بانه بشو الواحد المنطقة الواحد مدينة بعيدة عن مدينة فين كي سكنه ويتعرض الواحد السيدة سيقاطه موبيل دياله حطت عليها الموس وجرحتها فوجهها قلت لها شوف دابة غا تديني كوينزلاند السيدة بطبيعة الحال غا تستاجب لها وغا تقول لها صافيالاندي قلت غا دمعتها وصلت الواحد المحطة ديال بنزين قلت لها باناني غا نزل ندير المازوت نزلات وشتعلمات الشرطة باش جي باش تشدة جاوا رجال الشرطة داروا على ديك البلاسة اللي فيها كاترين ولا هي استسلمات ابدا بان لها واحد اول صغير ديز شداته قلت لهم غا ندبحوا الى ما خليتوني نمشي الشرطة بقات كتهاود معها بشوية حتى السيطرات على الموقف ضربوها بديك الالة الكهربائية بديك العصر الكهربائية ونقلوها المستشفى تم بدتك تعود لمماريدات قلت لهم انا غا نكون تغادية باش ندبح الزوج ديالي والام دياله لانهو كان كي يعيش في كويزلاند مع العاشقة دياله هنا الشرطة تصلت بديفيد بالزوج دياله وخبراته قلت له بان الزوجة ديال كراها باغت جيت متاقب منك الراجل اش غا دير شده الخوف لانهو والي عارف مسكين ووالي مجرب معاها خاف مسكين على راسه سمح فديك المرأة اللي كانت معاه جاب الام دياله معاه وفي شعندها المستشفى عافك سمحي لينا ما باقيش ما زل نعودها غير زلة وغير الشيطان وسوسلية فراسي رجعوا حوتيني كيعيشوا مع بعضياتهم ولكن هديك السنوات كاملة اللي عاشوا كاملة غير مشاكيل الى حدود واحد النهار في سنة الف وتسعمية واربعة وثمانين هو كان يطلب الله باش انهو يتفارق معاه غير ما عارفش كيفاش واحد النهار غير شعه هاد يلقى بانا كاترين اهزت بناتها اهزت دكشي كامل اللي غالي في الدار دكشي اللي كيعجبها اخوات ليه الدار وزادت وفضلت هاد المرة هي اللي تهجروا وبطبيعة الحال قلس كي يحمد الله ويشكروني انه هاده احسن حاجة وقعت له في حياته كاملة من بعد ما هجرت الزوج ديالها تعرضت كاترين لواحد الحاديثة في المجزارة اضرب لها الظهر دياله وضطرات انها تبقى يعني واحد المدة طويلة في المنزل مع واليديها حتى الواحد النهار الدولة غادي تعطيها واحد لابا غدومو عطت ليه كمساعدة مشات متاقلت ليها ولكن هنا رجعت الرغبة ديال بانها تكون اوتاني مع راجل وبدأت كتبحت على رجل جديد هي ما كانش تتعطل باش انها تلقى شي راجل لانا مليك تكون في الحالة دياله هي مزيانة راف قمة الحانين دغيقة تصيد عباد الله ولكن شكولي غادي قرب لها الرجال كاملين كانوا كيخافوا منها تشو واحد ما كانت يقرب عندها حتى الواحد النهار في الف وتسعمية وثمانين واحد السيد ضغبوا الله قال علش انا منا خدش هاد المغامرة ما لزع ماش غادي تكون هاد كاترين انا غامش نتقرب منها عنده 38 عام كان كيتلاقى معها في احد الفنادق اللي انا وكنت تمه كيبقى كيشرب الخمر وكيلعب القمر تمه ديف مشا باش يعيش معاها في الشقة ديالها اللي اعطاتها الدولة كيعانا وخلي الشقة دياله اللي كينفو حد البلدة اسمي تاسكون اللي هي قريبة الابردين بطبيعة الحال الاسابيع اللولة كانت مزيانة دائما الحنان والعطف والرقة ها واحد شوية خرجوا للعفاريت اللي عندها في الراس ديالها بدأت عوتاني كتدابز معاه حتى انه اتهمته بانه علاقة بمرأة اخرى هو معارف مسكين ويلو عياما ينكر انا ما كان عرفت شي وحده شدته وعطته قتلى ديال العصة ضربته ورميته بره ديال فرطمة هي واحد شوية وهي ترجع عوتاني عنده مشيت عنده كتطل في باش انه ويرجع معاها وكتقوله سمح لي يا رأنا لي غالطة سيد مفهم ويلو ولكن اخوك مضطر ارجع عوتاني معاها من ذلك النهار عوتاني ما كان لك غير تضرب غير يهضروا على شي عاجة تنط تعطيه قتلى ديال العصة وليدك شي روطيني عندهم وعارف بانه غير واحد شوية ترجع عوتاني كتدت توسل فيه عفاك غير يرجع معايا ديف كان عنده واحد الكلب دياله شدته ضبحاته قدام عيني بمعنى شنو شوف ايلمشيتي فكرتش نهار تخوني ولا تدير معايا شي حاجة هاكا غير كل ما صار ديالك وجات عود دبكلتها لعصة ضربتهم مقلع عوتاني فوق الراس دياله حتى تحته هو كوما ما عرفتش مالة مع الموعدين ديال كوزينة هاديك الايام اللي كيكونوا فيها راهو مصالحين وكيعيشو في الهاناء تولدات عندهم واحد البنت اللي سموها صارة في سنة الف وتسعمية وتسعود وثمانين من بعد الولادة ديالها غادي تشري واحد الشقة واحد لابارتومو اللي هي كبيرة شوية بطبيعة الحال كملت بالفلوس سلفاتهم من عند ديف ورجعتهم له لا هي فات شي ما عندهاش يا مرحاميني لمسكنك ترجع الفلوس رغم انه كان ديما بكله على لعصة الغريب في الامر ان هذه الدار اللي مشو دخلو لها باش غتقدها الحيوطة الارضيات كل شي في ملقات شي جلدة ديالشي بقرة ديالدوك الجواميس الجاماجيم ديال الحيوانات الشيقرون ديالشي تطور دبحوه وبقوا عندها كتجيبوهم كتنزلهم المميس الشواقر الرويد ديال الدراجة ديال الدراجة النارية شي صباط مخسر مويمة ديالدار رجعته متحف ماشي دار الفرحة انتقل للدار ما دامتش بزيف لان واحد شوية رجعوا عوتاني كيددابزو واحد نهار ناضي ضرباتو بواحد القاضي بحاديدي ضرباتو فكر شو بواحد الميقس شدت الحويج ديالو مقطعاتو ورماتهم للزنقة وعوتاني كالعادة ديالا مشات عوتاني الدار ديالو مشات باش تطلبو عوتاني كيمالعادة باش تقولو رجع ليا ولكن عيات كتدق في الدار ما كيش سولت عليه صحابه ما كيش واحد لمنجا ما كان خدام فيه ما كيش سيد ختافه يعني مش هرب بالطبيعة الحالية ما كتحملش اللي يهجرها ولا يهرب عليها خصه هي اللي يتهرب علي وهي اللي يتهجره بغت نتاق منو مشات عن الشرطة وقاتليهم بانهو مختل عقلي بانهو كي يعنفها وكي يغتاصبها وكي يدير لها وكي يدير لها وكي ادي تولادها هنا الشرطة غادي تصدر واحد الامر باش انهو ما باقيش ما زال يقرب ليها ديست وحد المودي ديال شهر جا ديف رجع باش يشوف البنت ديالو هناك يتفاجأ بهذاك القرار اللي صدرتو الشرطة وكانت هدية نهاية ديال العلاقة ديالو في الحقيقة هي تخلت عليه ماشي بهات السهولة ما تخلت عليه تلقت واحد الراجل آخر اللي غادي يحل محال ديالو هو سميتو جان لعمر ديالو 43 عام وكان زاميل ديالها في المجزء العلاقة بينه بين هاد جان شيلنكورت واحد للمدة تقريبا ديال ثلاث سنوات وولدت معه واحد الغيغة وكانت تخونه مع رجال آخرين ولكن في النهاية هجراته حتى هو وهربت عليه بعد ما عرفت واحد اللي اسميتو جون بريس وكان كي يخدم في واحد المنجم كان مطلق وكان عنده ثلاثة ديال الأطفال جوج منهم كي عيشوا معاه هاد جون بريس كان كي عرف عليها كل شي لانا ديالو مدينة صغيرة كل شي كيت تعرف فيها عارف كيفاش كتعيش عارف شنو كتدرجة ولكن رغم ديالك قبل باش انه يجيبها تعيش معاه في الشقة ديالو في سنة الف وتسعمية وخمسة وتسعين طبيعة الحال دائما هي في البداية دا العلاقة ديالها دائما كتكون زاهية سعيدة مزيانة حانونة ساحرة لطيفة جميع المواصفات المزيانين حتى ان الاطفال ديال جون بريس حتى هم تعلقوا بيها طبيعة الحال تخضعوا فيها ولكن هاد شي ما غدي شي دوم واحد المدة طويلة ستبدأ عودتاني المشاكل السبب هاد المرة عودتاني ديال الشيجر هو ان جون مكانش بغي تزوج بها رسميا دائما كيتغاوتوا دائما الاطفال ديالو كيسمعوا دائما الجيران كيسمعوا لدرجة انه كاترين وهي عزيز علي الانتاقهم كان شافت عنده شي حويج شي العيبات كيجيبهم الخدمة شداتهم وصوراتهم حت شارط فيديو لديك شي كامل اللي كان يجيب وصيفتاته لديك الشركة اللي كان خدم فيها جون السيد كان خدم 17 العام فيديك الشركة ووصلهم ديك الشارط لإدارة فصلات جون على الخدمة ديالو هنا جون غيطلع له الدم جون جونونه علاشت صيف الدكشي وخرجت عليه من الخدمة ديالي فهنا رجعوا دوكي الدابزو ورجعت هي للدار ديالها ولكن عودتاني شوية عودتاني مع كيف اشكدير لهم شوية عودتاني ورجعوا كيعيشوا مع بضياتهم حتى وصل شهر فبراير عام الفين هنا العلاقة بيناتهم أصبحت مستحيلة في إحدى الشجارات ما بيناتهم حيث هز واحد الموس وغادي تضرب جون برايس وبحط عنا هي كانت طعنة خفيفة غادي تضربه بالموس هنا غادي يجري عليها من الدار وغادي بشي عند البوليس غادي يقول لهم بأنه كيخاف على ولاده منها وراء ما باغيش مازلت فقا تقرب منه طبعا كاترين كتعرفوا هي غير تيبشي شي راجل كيهجرها كيخرجوا لها القرون ديالها شنو دارت؟ رجعت بدت كتاهضار معاه وهو ضدر انه يرجع يسكن معها لماذا؟ لأنه كان يخاف على ولاده وهنا قال الأصدقاء دياله قالوا مشوفوا إلا لقيتوني شي نهار مانتش يعني ما جيتش ما شفتونيش في شي نهار تفرقت معاكم ونهار لي ما جيتش جي وسقسي وعلي يعرفوا بأنها قتلتني وهنا قالوا له الأصدقاء دياله شوف ما ترجعش عندها ما ترجع تسكن معاها قال لهم رامي مكش لأنني غا نخاف على ولادي أنها تقتلهم وفعلا في هذه الليلة رجع جون المنزل دياله ولقاه فارغ لقى بأنه كاترين خذات الأطفال سيفطتهم عن بعض الأقارب ديالهم باش يبيته عندهم هو فعلا من اللي رجع وتأكد تصل بهدو كل الأقارب وتأكد بأن الأطفال كي ينعدهم تمطمئن شوية القلب دياله مش عنده واحد تجار دياله قلس معا شي ساعة تقريبا حسل ديك الحضاش ديال الليل ورجع ونعس واحد المدة قصيرة جات كاترين دخلت للدار ومشت تفرجته شوية شوية مشت دوشات ولبسات واحد القامز زيال النوم اللي هو اللون دياله أسود ودخلت عنده الغرفة فايقاته نعسوا مع بعضياتهم ولكن في النهار التالي جون برايس ما تلاقاش مع أصدقاء دياله هنا يدخلهم الشك اشنو غنديرو جول الدار كيدقوا في الدار تشي واحد ما كي يجاوبهم بدوك يطلهم مشتراجم هنا بدوك يبالونهم الحيوطة الأرضية الريدوات كل شي عامر بالدم هنا دخلهم الشك ادي عيطوا البوليس باش يجيو مع الثمانية ديال الصباح جيوش جيال البوليس دخلوا للدار يلقوا الدم في كل بلاسة نفس الشي اللي شايفو اصدقاء ديال جون برايس ماشي جون برايس داك الشي اللي بقى من جون برايس ما تبقى منه بحيت كل شي مقطع مقطع الطروفة الراس دياله ما كنش الجلد دياله مسلوخ على الجسم دياله وفي واحد الغرفة موجاويرة القو كاترين فاقدة للوعي والقوح داها واحد الحبوب منويمة ربما شربتها باش تنتاحر تما غادي ديوها المستشفى باش ينقضوها تحقيقات ديال الشرطة الجنائية لعينه مسرح الجريمة شكي يقولو الواقع ديال القتل وقعت في واحد الساعة متأخرة من الليل شون اللي وقع جات درباته ملموس طعنة اللولة السيد تخلع ما عارف شراث وباش تبلا جاب داك يشد في دك السيتائر كي يجر بغي يفتح الشرجم يشوف شنو اللي واقع بغي شعال الضو يشوف شنو ما تعطاتوش الفرصة بقى كي هرب منها وهو كي هرب منها وهي كتضرفي هو كي هرب منها وه كي هرب منها وهي كتضرفي حتى وصل للصالة تمت تعثر تمت يعني صافي ما بقيتش عنده القوة وطاح تمت من اللي طاح جراته مزيان ايوا بدتك تتلخ فيه سيدة رهك الزارة وانتو مش فتش ندوزت على الرجال الشرطة العلمية كتقول بان جون برايس تعرض ل 37 طعنة في الجسم دياله كامل من اللور ومن القدام تم بدتك تتتلخ فيه لدرجة انه وتصلخاته بوحد طريقة اليبارية حتى الجيل ديال اصابع دياله وشوفو شنو عملات الجلد دياله وصالخاته بلا ما تقطع دياله تخيل معي المنظر كيف يجدير الفروة ديال الرأس دياله دياله ديال الشيفة ديالالانف ديال العيون الجيت صدر دياله وشعر الابط كل شي حتى جهد العضو دياله التناسولي كل شي سلخاته حي داتي الجلده كاملة نزلاتها طبيعة الحال انتو مكت عارفوية من الصغور دياله من السن ديال 15 سنة وهي ها زمعها لمويسو الشواقر اذا كانت بارعة في الامال دياله وفي الاخر جربته في هاد الراجل في نظاركم وش لقي السلسلات هنا لا شنو ديرت كاترين خديت اللحم والراس ديال جون وديرت الكوزينة قطعت دك اللحم مزيان ديرت وفي مقلة وديرت عليهم العطرية البصلة اللفت البطاطا القرعة الصوس طومات الملحة الفلفلة وخدمات دكشيب شوي يو طيبات وديرتو على مهله وديرتو في ثلاثة ديال طباصل جوج الطباصل حطات فيهم الاسماء ديال ولاده كتناوية توكلهم من اللحم ديال الاب ديالهم والصحن الثالث لقاتو الشرطة مرميكين في الحديقة الخلفية ديال المنزل على الاغلب انهو كلات منه ودك الشي اللي بقى رماتو تمام القيصة كملت هنا الراس دياله لقاوه كيطيفو حد البورمة كبيرة مع الخضرة ناوية دير بي الشربة من لي سيلت هاد شي كامل رجعت داك الشي اللي بقى من الجاسد ديال جون وشداتو وصوراتو مزيال تقطت لي صور هاد الجريمة كانت من ابشع الجرائم اللي وقعت في استراليا وبالضبط هاد المدينة ديال الابردين يعني كانت مدينة صغيرة والناس بكتر ما تصدموا من هاد الوحشية ديال هاد الجريمة فكانو كي تسناو كاترين تفيق من الغيبوبة دياله باش يعرفوا اشنو غادي تقول شين الحقائق اللي غادي تدلي بيها كاترين من اللي فاقت فجأة الجميع شنو بدت كتقول قاتل لهم باناني لا اتذكروا اي شي انا كراتي اذاك شي كامل اللي دارتو قاتل لهم ما كانت فكرت شي حاجة قاتل لهم انا تصالحت معه جون وجيت ونعزت معه في البيت وبقى هنا ناسين تلقيت راسي دابة فقط تلقيت راسي هنا ايا جابوا لها اطباء نفسانيين وفعلا قالوا بانها ساعة ارتكاب الجريمة كانت تعاني حالة جنون هاد المسيال اللي وقع لها فهو بسبب عدم تقبل العقل ديال البشاعة لديك المنظر اذا هنا الاطباء كل شي جزموا بان كاترين مصابة بواحد المرض نفسي يدعى ديال الطيراب الشخصية الحدي وهذا المرض كي يتميز بان هذا المصابين بيه عندهم واحد الخوف من التهميش من التعرض للتهميش والاقصاء وهذاك شي ولي كي يسبب لهم ذو كنوبات الشديدة ديال الغضاب وديال العنف ولكن بغد النظر على هاد الاقوال ديال الاطباء النفسيين فهنا يبزيف ديال الامور اللي كدين كاترين هو انها منص صغور ديالها كانت عندها صوابق ديال اعتداء خصوصا على الرجل دائما كانت تعنف الرجل بطبيعة الحال كاترين ما غادش تسلم بالمحاكمة فهي تقدمت المحكامة الناس كاملين كانوا كينتظروا ان المحاكمة غاد يطول بحكم انها يعني اه 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 تعمدت انها تبين انها مجنونة انها كتعاني من مرض نفسي ولكن الغريف الامر انه بعد واحد جود الجلسات فانها خرجت واعترفت بالجريمة ديالها واكدت بانها هي اللي قتلات جون برايس وبانها كانت كتسي المعاملة ديال رجل رغم ان المحامين ديالها دفعوا الوثائق اللي كتدل على انها مصابة بالجنون ولكن القاضي مقبلش وحكم عليها بالسجن المؤبد ماد الحياة كاترين نايت ما زالت مسجونة الى يومنا هذا اصلا فين غادي تخرج ما عندها مدير تخرج عودتاني تقتل شي واحد من احسن تبقى مسجونة ومن المستبعد انتو غادرة السجن حتى انه في السجن فاعطاوها تخدم كمنظفة لمكاتب موظفي السجن ما قدوش يديوها للمطبخ ما قدوش يسلموها يعني شي حاجة اللي فيها يعني شي اداوات اللي ممكن انها تقتل بيهم طبعا لانا يا غير كتشوف الشواقر المواس في ديها فهي صافي سيجنو جنونها كنظن انني ملي قتلكوا ما تخليوش الاطفال يسمعوا هذه القصة فانا كان عندي الحق القصة الاحداث ديالها كاملة مروعة كانتمنى يا ربي اللي لاي لاقينا مع شي بنادم لي بحل ما هاكا الله ينجينا وينجيكم من بحل هاد الناس كانتمنى ان القصة دياله متكون راقتكم ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم ما تبخلوش عليا بالملاحظات ديالكم بالتعالق ديالكم والى فيديو اخر بحول الله